وفي الضفة الغربية أصيب الشابان بالرصاص الحي والشضايا خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة شرق نابلس وفد مراسلنا أن مستعربون اقتحموا مخيم بلاطة وانتشروا في عدد من الحارات وعتلوا أسطح المنازل فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتة وضف أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والمستعربين ما أدى لإصابة الشاب بالرصاص الحي وآخر بالشضايا وطبعة نقوة الاحتلال داهمت منازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية وأصيب طفل بشروح إثر نهشه من قبل أحد الكلاب